نروح لأخبارنا مارس الكورب المدارب النادي الأهلي خلال رحلة العودة من تونس طلب من الجهاز الفني أنه هما يسجلوا مباراة الوداد وصاندونز وطلب من كل واحد أنه يكتب تأريره الخاص عن هذه المواجهة شايفين اللاعبين وشايفين الأداء بتاع كل فريق عامل إزاي سواء الوداد أو صاندونز وطلب هو نفسه أنه يفرج على هذه المواجهة عشان برضه يطلع تأريره الخاص منها كمان مارس الكورب يدرس إراحة اللاعبين الأساسيين المجهدين واللعابين اللي عندهم انذارين وعلى رأسهم حمد فتحي عن مباراة الأهلي قدام التراجي تجنبا لغيابهم عن المباراة النهاية كمان كلها بيفكر يريح اللاعبين اللي عندهم انذار وحيد زي شناوي وكهربا وعبدالقادر وبيفكر يدي الفرصة لكوندوسي وكريستو من البداية بالمناسبة هيعمل تغيرات أوه هيعمل تغيرات بس مش جزرية انا بقول لك اهو مباراة التراجي القادمة بالكتير بالكتير من اتنين لتالت لعيبة بس اللي هيتغيره في التشكيلة اهو تفتكر انه الاهلي خلاص كان ضمن السعود وهيلعب بأي تشكيلة لا بس بقولك انه هيحط في اعتباراته بعض اللعيبة المهددين بالإقاف فقط لا غير طيب عارفين طبعا في حكاية انه الاهلي ان شاء الله لو وصل المباراة النهائية في دوري ابطال افريقيا هيلعب مباراة يوم 12 يونيو ومباراة العودة يوم 12 يونيو وبعد كده في يوم 14 مباراة لمنتخب مصر امام المنتخب الغيني تحدي الكرة طلب بناء على طلب من الجهاز الفني المنتخب مصر ان المباراة دي تتأجل بعض الايام ولكن الكاف رفض طلب المنتخب المصري بتأجيل هذه المواجهة في تعنط مش منطقي ومش واضح ومش مفهوم يعني دي بطولات افريقية اللي هي دوري ابطال افريقيا ودي تصفيات افريقية فليه تتعند وانت اصلا منظم البطولتين يعني حاجة في منتهى الغرابة كعادة الكاف يعني كعادتهم يعني فيه قرارات ما تفهمهاش ولا تقدر تستوعبها ولا تقدر حتى تحللها